الفيديو ده مهم جدا لكل واحدة قربت تولد ربنا هيرزقك بطفل ربنا يجعله يا رب قرة عين لك اطفال كتيرة جدا في سن الشهر والشهرين والتلاتة بيتعرضوا لاخطاء هي ممكن تكون اخطاء عشوائية الام يعني مش مدركة انها اخطاء ممكن تؤثر على نفسية الطفل بس هقولك على خمس حاجات النهاردة للأسف ساعات بتتعمل ولما بتتعمل من الام بسلامة نية هقولنا بسلامة نية للأسف دي بتأثر على نفسية الطفل الطفل بعد كده بيطلع عنده عقدة ولما بنيجي ندور على السبب ممكن يكون السبب حاجة بسيطة جدا اتعملت في الطفل في عمر الشهور تعالوا نتكلم عن خمس حاجات مضرة جدا نيمت تعملها مع طفلك الرضيع وبتأثر على نفسيته في المستقبل يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم حلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وذكركم منفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى اول حاجة انا عايزك تكوني قريبة من ربنا سبحانه وتعالى فعلا وتدعي ربنا انه يصلح لكي ذرياتك دي لوحدها بس كفيلة انها فعلا تنعم عليكي بذرية حتى ولو لقيت فيهم في يوم من الايام شوية دلع وشوية عند وشوية كذا لكن ربنا هيستجيب ان شاء الله وهيصلح لكي ذرياتك بإذن الله تعالى تعالى نتكلم على خمس حاجات اول غلطة هي ان انت ما تردعيش طفلك وتجري على الرضاعة الصناعية ما نجريش على الرضاعة الصناعية الا في حالة الضرورة حتى لو كان هناك رضاعة صناعية انا عايزك وانت بتردعي طفلك ان انت تحط طفلك راسه نحية القلب بتاع حضرتك الجزئية دي مهمة جدا بتفرق في نفسية الطفل جدا 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 هو الرضاعة الطبيعية ولو هنقول ان في رضاعة صناعية لسبب طارق يبقى وإحنا بنرضع الطفل رضاعة صناعية لازم نحطه راسه جهة قلب الام لازم يسمع قلب الام اللي حكاية دي بتفرق مع نفسية الطفل في المستقبل جدا 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 يبقى النقطة الاولى هي ان احنا نرضع الطفل وعدم رضاعة الطفل دي نقطة مهمة جدا ولو هنرضع طفل رضاعة صناعية يبقى نحطه نحية قلب الام وإحنا بنرضعه يعني ما نديش الرضعة للخادمة ما ندهاش لماما ما ندهاش لأختنا ما ندهاش حتى للأب إلا في أضيق الظروف لو بترضاع رضاعة صناعية النقطة التانية الرضاعة مع الأنيميا بتخلي فيه مشكلة عطفية بينك وما بين الطفل بتاعك ودي حسب الدراسات اللي اتعملت فلو أنت عندك أنيميا أو فقر دم لو سمحت علجيها حتى لو خلاص ولدتي على خير وكانت مشكلة الأنيميا ممكن تهددك في ساعة الحمل وقلت خلاص أنا خلصت وقلت وبارضع طفلي لا حتى الأنيميا أو فقر دم اللي بتعاني منها الأم المرضعة ممكن تؤثر على نفسية الطفل الرضيع دي حسب الدراسة تبقى النقطة التانية إن ما يبقاش فيه أنيميا أو فقر دم لو الأم بتردع بتأثر على نفسية الطفل وطبعا لو بتردع رضاعة صناعية النقطة دي مش هتبقى موجودة معاك النقطة التالتة اللي ممكن تؤثر على نفسية الطفل وكساعات كتيرة جدا بتتعمل بالغلط وبتؤثر على الجهاز العصبي عند الطفل رجاء الطفل اللي مولود عمر الشهر والشهرين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والتمانية لحد سنة مفيش حاجة اسمها إن احنا ننظم نوم الطفل الطفل ينام وقت ما ينام ويصحى وقت ما يصحى يحب يرضع وقت ما يحب ويحب يفصل وقت ما يحب لكن احنا نلعب في موضوع إن أنا هأجبر الطفل إنه يصحى بالعافية في وقت النهار عشان ينام لي بالليل الحتة دي هتلعب في الجهاز العصبي بشكل خاطئ هتؤثر على جهازه العصبي هتؤثر على عاطفته هيتأثر على علاقته بيك في يوم من الأيام بسبب إنه انت لعبت في جهازه العصبي الطفل هيطلع مش موزور مش متزن بعد كده تقولي الطفل ده عصبي ليه الطفل ده ليه على طول كده لإنك ما سبتهوش يستريح ما سبتهش الجهاز العصبي بتاعه ينمو بشكل صحيح فربنا سبحانه وتعالى عمله نظام معين هو قدر به ينام وقت ما ينام ويصحى وقت ما يصحى ما نلعبش أبدا في موضوع نوم الطفل ولا مفيش حاجة اسمها تنظيم نوم الطفل في الفترة النقطة اللي بعد كده دي نقطة خطيرة جدا 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 وفيه ساعات أمهات قلبهم بيجمد ويقولوا سيب الطفل يعيط لحد ما يسكت واوعد شليه يسيبه في السرير يعيط أو في السرير يعيط وهو في ساعة من الساعات كده هيسكت لوحده إنما لو أول ما يعيط شليه وطبع ليه ويه 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 هتخليه يتعود على الشيل ومش هيسكت إلا لما تشليه الحقيقة إن دي فعلا حقيقة إنه هيتعود على الشيل وحضرتك مش هيسكت إلا لما تحضنيه والتبطبي عليه بس تسألي نفسك سؤال هو ليه مش هيسكت إلا لما التبطبي عليه لإنه محتاج حنانك أما لو تركتيه بدون حمل وبدون تبطبة لحد ما يسكت ده هيؤثر على العاطفة عنده وهيؤثر على إحساسه بالأمان ناحية أمه في يوم من الأيام البذرة الصغيرة اللي أنت زرعتيها دي أنت مش هتحس بيها دلوقتي هتحس بيها في المستقبل لإنه فقد جزء من الأمان لما كان طفل صغير رضيع لو سمحتي الطفل لما يعيط ويبكي ما تسيبهوش يبكي ما تسيبهوش يبكي لازم تشليه لازم تتبطبي عليه أولا لعدد من الأسباب سبب من الأسباب هي موضوع العاطفة اللي ممكن تتأثر منه ليكي النقطة التانية البكاء الشديد وترك الطفل بدون إن إحنا نسكته وإن إحنا نتبطب عليه ده ممكن يعمله فتح والفتح ده هيبقى مشكلة صحية بالنسبة للطفل من كتر البكاء والصراخ فالجزئة دي مهمة جدا بلاش إن إحنا نبقى أسيين على الأطفال الرضع لما الطفل يعيط لو سمحتش بيه النقطة الأخيرة وهي لما حضرتك تبقي متضايقة وعايزة زي ما بيقولوا بالبلد تطق بحنك أو تفش خلقك أو إن إنتي تطلع غضبك أو غيزك لو سمحت ما تطلعوهش في طفلك الرضيع ومات كتيرة جدا لما بتبقى زعلانة ومتضايقة وطفلها بيعيط وبيصرخ وعايز يرضع تروح مسرخة فيه تروح تقول له نام بقى أسكت بقى أو 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 ممكن حاجات كتيرة جدا بتحصل صراخك في طفلك ده أولا هو ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى ثانيا ده يؤثر على علاقة بيه هيبقى فيه شرخ صغير الشروخ الصغيرة دي مش هتحس بيها دلوقتي زي ما قلت لحضرتك هتحس بيها في المستقبل فرجاء ما فيش حاجة سماء إن إحنا نسرخ ونزع ونصوت ونعيط ونوجه لومنا وغضبنا للطفل الرضيع الطفل الرضيع ما لوش أي زنب في أي حاجة حتى لو فيه بركان وزلزال حواليه هو كل دنيته عينيك اللي اتنين كل دنيته صوت نبضات قلبك فركزي جدا 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 مع الجزئية دي عايزة أحكي لكم حكاية نختم بها الحلقة يمكن حكيتها في حلقات قديمة بس اللي يوصل للحلقات القديمة إنه جابوا إردو صغير شلوه من جنب مامته وحطوه فيه مكان فيه نوعين من الغذاء ببرونا فيها حليب وببرونا فيها حليب الببرونا اللي فيها حليب في الغرفة الأولى كانت لوحدها كده الببرونا التانية كانت في شكل دمية معمولة من فرو يشبه الشعر والفرو بتاع الأرد اللي هي الأم بتاعه وسابوا الأرد الصغير يختار أيهما يتجه يتجه ناحية الببرونا اللي فيها حليب برضو بسمعهاش حاجة ولا الببرونا اللي فيها حليب وفيها دمية فيها شعر فيها ملمس حنان الأم الأرد الصغير اختار طبعا الدمية اللي فيها الفرو وفضل نايم عليها لأنه يبحث مش بس عن الغزاء الطفل صغير لما بيرضع من أمه أو حتى بيرضع رضاعة صناعية هو لا يبحث فقط عن الغزاء هو يبحث عن الحب والأمان 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 ولما بتعملي شرخ في الحتة دي بتاعت الأمان انت بتؤثري على نفسيته بيطلع طفل مش سوي بيطلع طفل مش عنده قدرة على حاجات كتيرة جدا السبب فيها الشرخ الصغير اللي احنا عملناه وهو طفل رضي عم بشكركم سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة